أحسن الله إليكم الأخ أبو عمر يقول الشيخ صالح ما حكم الشخص الذي يتلاعب بألفاذ الطلاق فإذا جاءه زائر قال عليه الطلاق أن تتغدى معنا أو أن تجلس هنا أو أن تعمل كذا هل يقع الطلاق في مثل هذا الأمر نعم الطلاق الصريح لا يتلاعب به هزله جد وجده جد فيقع إذا قاله إذا تلفظ بالطلاق وقع سواء كان جادا أو هازلا مازحا أو غير مازح فلا يتلاعب به ولا يكون على لسانه عند كل ما يريد شيء يأتي بالطلاق هذا خطر عظيم نعم موسيقى